التساع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب تأخذ مكانها على حائط الشرف وخلال كلمته في احتفاليات الذكرى الثانية وسبعين لعيد الشرطة أضاف الرئيس السيسي أن الذكرى تأتي في وقت محوري تواجه فيه المنطقة تحديات غير مسبوقة وتواجه فيه مصر واقعا إقليميا خطيرا وحول التطورات بالمنطقة قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تبدل جهودا كبيرة في سبيل منع توسيع الحرب ووقف إطلاق النار وأكد الرئيس السيسي أنه ليس من مصلحة المنطقة أن تدخل في قتال لأن نتائجه صعبة على الجميع وأوضح الرئيس السيسي أن نتائج الأشهر الأربعة للحرب أنهكت الجميع وكانت قاسية محذرا من خروج الأمور عن السيطرة بشكل أكثر من ذلك استشهد فلسطيني على الأقل فجر اليوم وأصيب أخرون في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطع غزة كما واصل طيران الاحتلال قصفه العنيف في حي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة خانيونس وفي مخيم النصيرات أعلنت مصادر فلسطينية انتشال أربع شهداء من الأطفال بعد قصف طائرات الاحتلال للمخيم يأتي هذا في الوقت الذي وقعت فيه اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلية بمناطق متفرقة بقطاع غزة نددت الأمم المتحدة بالانتهاك الصارخ لقوانين الحرب بعد غارة جوية على ملجأ يؤوي نازحين في خانيونس جنوب قطع غزة وعلن مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في غزة توماس وايت أن قذفتي دببات أصابة مبنى يؤوي 800 شخص مشيرا إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 75 أخرين أعلن مسؤولون أمريكيون أن البحريات الأمريكية اعترضت صواريخ في البحر الأحمر خلال مرافقة سفينتين تابعتين لشركات الشحنة الدنماركية مارسك من جانبه أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن صاروخا أخطأ هدفه وأن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت صاروخين آخرين كان يستهدفان إحدى السفن وأضاف كيربي أن الهجوم يؤكد بشكل واضح أن الحثيين ما زالوا ينون تنفيذ مثل هذه الهجمات متعهدا بقيام واشنطن بما يلزم لحماية الملاحات البحرية أعلنت مصادر أمريكية أن الولايات المتحدة والعراق بصدد بدء محادثات بشأن إنهاء مهمة التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق يأتي ذلك بعد سلسلة من الغارات نفذتها واشنطن ضد منشآت مرتبطة بفصائل عراقية مسلحة وتعرضت قواتنا أمريكية في العراق وسوريا للهجوم حوالي 150 مرة من مسلحين وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورياضيا يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم استعداداته لمواجهة دور 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقررة الأحد المقبل أمام القنغو الديمقراطية وتأهل منتخب الفراعين إلى الدور الثاني للبطولة بعد تعادله مع الرأس الأخضر بهدفين لكل منهما في ختام الدور الأول ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط احتل بها المركز الثاني في مجموعته ترجمة نانسي قنقر